خطوة واحدة قد تكفز بك خطوات الى الامام هذا ما حصل في المنافذ الحدودية والموانئ البحرية العراقية بعد اطلاق رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة خطته الامنية والتي تهدف لتقويض نفوذ الفصائل المسلحة والعشائر المسيطرة على هذه المنافذ ووضعها تحت سيطرة الجيش العراقي ارادات المنافذ الحدودية سجلت زيادة كبيرة لتصل الى نحو الضعف وهذا ما لم تسجله منذ سنوات بعد تحقيق ارادات بلغت اكثر من 107 مليارات لشهر اغسطس ابا الماضي وهو ما يعادل ضعف المبلغ المحصل خلال نفس الشهر من العام الماضي عام 2019 ويرتبط العراق عبر 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا مع الدول الست المجاورة له الهيئة تسعى للمضي في تعظيم ارادات الدولة لتخطي الازمة المالية التي يمر بها العراق وفرض هيبة الدولة خبراء اقتصاديون اكدوا ان المعابر والمنافذ الحدودية بامكانها رفض العراق باكثر من 13 مليار دولار سنويا في حال السيطرة عليها وابعاد اياد العصابات والجماعات عنها توجه الكاظم في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة امنة للعاملين في المنافذ الحدودية قد يعيد اموالا اصبحت طي النسيان في عراق ما بعد 2003 ترجمة نانسي قنقر